اشتركوا في القناة 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 انا اشتركوا في القناة اشتركوا في المناs without a second pass from the adjournment of the UNSC foster your meeting before the french british and german envoys race to the microphones in the press area brokeeling for the public Assad was undeniably to blame Syrian government from germany 200 third of the government in this massacre the council has و نجد أن يحلط عن عاماً وحضر على الهولى بحضور المعاملات في العالم تقلق على القتاة بسبب العامل من العقلии، الحيث في العاملات والمتراكة من السيارة المحافظة رسيان القدرة مجرد محافظة بالتعامل الانترابي المترحة فشيئًا حجم اللقاء لقد عملت فوضع مصديمًا للشعر المنزل ومع ذلك تحليل المنزل من تحليل المنزل بسبب المنزل من الجميع انتظروا على المنزل لكن حجمًا تحليل تحليل المنزل للضع المنزل بالنسبة للطبع إنه قد ويسترى تحليل المنزل من قبل المنزل من العامات المتحدة هل قد يشتح في حيث نعم انت بخير يواجهت عاملنا قد يقال بطريقة بطريقة وغيرها يعني أغشبك بطريقة فترة هناك ايضاً تفرسل أخرى نعم 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 هناك ايضاً نعم هناك أخرى هذه الحياة لديهم لا تقرأ بما المتعلق لهم لانه عملنا لديهم جدا مهار بلاتيسه أعتقد حفظة في بيوم الجالب 없습니다 لنها فهي الغراسي ورمان في القرآن في القرآن منذ أن المقرآن هكذا ليت في الجانب أن تفعل العمل إجراء طبعية بحاجة مستخدمين لتعرف مضع انجم في الهدف خطب البيان في مع concretاني يجب أن تكون سعيدا أنجي تنسوا بفرق إنه إيجابوا إثباء سفعل قراء أنه سوف يكون منذ أنه لقد أتحدث كل يوم الضيانات العامة كانت هذه الثالثة تحويته دائماًا وقتها في الوقت مجرميز المساكري؟ كيف نعرف؟ عندما كنا نعلم بيتش و جميع أنزل أصدقى أصدقائي 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 دعوني جنرال ربط موده سيكون دعوة كان مركبا سرعة ربط موده سرعة ربط موده نجد هذا مع أمامنا بذلك في نفسه ما يمكنه كيف يمكنك تحضير في المنزل المتحرك وكيف يمكنك تحضير وكيف يمكنك تحضير لذلك لا نقل شيء لكن لإمكاننا مراتي في سيريا سيئاً لذلك سيارة ربما يتجربون أن يكون بأسفل فيها هناك لن يوجد أخرى الممارسة للقناة المتحدة يتجربون الموضوع لأنهم يكون بإمكانهم بإمكانهم إذا كانوا يتجربون إلا عندي بإمكانها ومع الأنن ومع هذه الموضوع في 24 حوالة للقناة مجرد المتحدة سيارة ربما يتجربون انتظار الرجل الذي يصدق الى قناة الاضحة المنطقة للنقل الانان ما تلك المترضى والتعطي بقل الانتجاب بشكل موضوع المنطقة عندما يستمر الانتجاب لدى انتظار الانان كفى انان خلال الانتجاب إذا كانت تلك الرجل فالباشر العصاد انتظار الرجال لذلك كانت تجربة لأساسك لم يكن اقلتها في الوقت أن يمكن أن تكون محاولاً سنعرف إذا كانت محاولاً من المصدرات الأولى من المصدرات الأولى فكرة عقيلة بعد سنواج الناس في المنزل على الناس في سوريا فقالي السيداني مباشرة سنواج الأسلال رد ممتل من العرب الميدين عندما بعض الناس ميزان المتحدث في حوليا والمشارك الممتل في مجلس الممتلح wooden علييا also dropped to the ground the blood of his dead mother who lie next to him colored his clothes red this saved his life because the murders thought that Ali was also dead it is striking that the 11-year-old Ali twice described the murderers of his family as men with shaved heads and long beards this definitely does not fit the soldiers at the Syrian Army but rather points in the direction According to eye witness testimonies The massacres happened in the timeframe after the Friday prayers When Sunni rebels attacked 3 Syrian Army checkpoints around Hula Despite the fact that Hula has a more than 90% Sunni population Almost exclusively families from the Allawi and Shia minorities in Hula Are killed adverse include members of a Alaw family Sho mayoría And the family of the Sunni member of parliament Since he was considered a government collaborator المترجم للجاور الانضافرات المترجم بارس اواتي الانضافرات الجزء حيث تتعيشهم بالقل في تتكفل وقفتهم شرحة اضفتحيات أو عموك رشكة هذه انتحدثة تتعيشهم تحت حيث تتعيش المدير من البيتها لتجعلني بمفتح الاجتماعين لفتح المساعدين نحن ذا نفسنا بذيضاً في هذا الاجتماع لتحقيقاً إلى المساعدة ومن مجموعة من المساعدة فوق الهدفة من المساعدة لأنه لم يتغطى على المنزل His car was blown up and he was literally hacked to pieces and tossed under the storefront window. At the moment we were coming by, passers-by opened their mobile phones and were filming, and we overheard one of them say, doubtless talking to one of the satellite TV networks. This is what Syrian citizens endure at the hands of Bashar al-Assad's death squads. We photographed this event. we then proceeded to take the body of this poor killed man to the hospital. Instead of bringing help to the murdered person, the onlookers filmed it, getting Al Jazeera to believe the state had perpetrated the crime. المترجم للإيجابين المترجم للقناة و مرحبا و المرحبية تحليلت أي تمامَ ديونتين برد رج мало ممارن الخرق المترجم للقناة فيها جميع المناتج المترجم للعولة تحديث برعب المنطقة في السيارة. في عامة أثناء تحديث بحديث عن طريق المنطقة ومع المنطقة في السيارة في السيارة المنطقة من العربة المنطقة في العربة المنطقة وطرقك مرحلة بمعاركات المرحلة في السرية المرحلة مهلاً عميز سيادة عميز سيادة سادي العربية و السهل المترجمة المدرجة من التجربة ومحيز ومحيز منطلة من المرحلة who are being sent into Syriah to fight against the Assad government and the Syrian security forces. It was on February 2012 that Kofi Annan was appointed UN Arab League Special Envoy to Syria in an attempt to stop the violence. goofs. A month later, usz 6-Point-Peace Plan was submitted to the United Nations, traveling on 24 March to Moscow to secure strong Russian support for the effort. Point 2 of the plan, before any other steps could take place, demanded a ceasefire on the part of both the opposition fighters and the Syrian regime. But Kofi Annan should have been told. تحلل مجدد من أمام ثاني مجدد مجدد من أمام ثاني مجدد من ثلاثي من أجل المعضل ساودية، السلطة، المنزل، ومعاقبت تحلل مجدد من الأشياء عندما ترى الكثير من المال في سوريا أعتقد أنها سعودية وأن الموضوع أكبر من موضوع النظام لأن النظام مدعوم أصلاً دولياً ومدعوم من قبل إسرائيل أصلاً موسيقى Left unspoken by the British and Obama administration anti-Syrian regime chorus is the fact that their highly praised Gulf partner the monarchical government of Saudi Arabia not only has expressed the desire to arm the rebellion but desire Olivia repeat Few have exposed or accused not only that they intended but already are and in fact have been funding between terrorist networks now said to have infiltrated the region before the uprising ever occurred to the tune of 500 billion dollars a year Left unspoken, not out of ignorance but out of an unofficial commitment to a global imperial agenda in place since September 11, 2001 I want to welcome His Majesty King Abdullah to the White House If you know that He will reach these people with a good way with security and security then there is no doubt in God's hope that it is a jihad for God because what was destroyed these people and what was destroyed these people and what was destroyed these people were the most important during the uprising Saudi Arabia and the Gulf neighbors said to be hiring mercenaries to operate in Syria have since established refugee camps within Turkey's borders through their Islamic relief agency and with Saudi army medical staff they have been operating these camps with assistance by Turkish authorities what goes on inside these camps almost no one can verify international organizations are not allowed to enter them as they are prevented by Turkish authorities the argument the argument is that the refugees are not under refugee status they are guests and therefore not covered by international refugee conventions what goes on within these camps therefore is the business of the Saudis some Turks they're guests no one else in the same day the Saudi Arabia's Grand Mufti Al-Ashiq preached jihad for sake of Allah against the Syrian government King Abdullah of Saudi Arabia in a meeting in Riyadh with his Jordanian counterpart proposed negotiations with the Jordanian king to permit weapons shipments into Syria in exchange for economic assistance publicly the exchange was said not to have been accepted though a Jordanian official commented that the position was unlikely to remain saying we are a non-interventionist country but if it becomes force majeure you have to join well I think that it is pretty clear that the rebels have been receiving receiving arms from abroad and the Syrian television has been showing almost daily shipments of arms being smuggled into Syria via Lebanon Turkey and other border processes Allah Akbar! 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 You never know نحن نرى ما يرى مبيعات من المحاولة تفعل الدوراء لحظة الإنسانياء المترجمات موجودة المترجمات الاجهدية باستثناء عدم المترجم للجهد لتعطيق المترجم صورتان انان's peace effort أعاباً في المقابلات احدى سارة السلسلسة ترجمانات ساودي عربا شعار بوضع جلاله للحيس للتحديث فإن تحديد الفرن صورباً إليه النسان المستشفى وهو لمح للحشر من mystical كلام جرد أمودكون سهاداء لإدفادة المصدر قناعة المناسيات بالغطان ترجم الى اللقاء ستروني غير مدرس العقاق في أمغانك رجالة تتجهد وقفتها وقفتها بأنها تركياً ساوداً عرض وقفتها في غلامية السيارة الطبيعيات وقد أهتمت بسرعة تحرير متخلصة فقد أولاً أمغانك رجيمة الضيقية قرية محضوعات تحرق المحضوعات في حتة وزرين وقفتها إلى أدلة تحرير حقاً من الأسبوع من الفيديو من قبل المنطقة وأing North Korea and Qatar are going through Turkey with Turkish intelligence units fully aware as they are responsible for vetting who is eligible to receive arms and who is not A vetting procedure that both US officials and Arab intelligence officers have informed journalists that a small number of CIA officers are similarly involved in كلما يتبعون التفاديات عن فرصة الناس الإسلامي والمشروعين في الحرية والدمقراطية والحقه في رسم المستقبله وإختيار حكامه وفي التداول السلمي للسلطة إدانة أعمال العنف والقتل وإيقاف دزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الأزمة السودية التي تعيشها الشعوب العربية المنطقة العربية هنا يساهم في الحفاظ عن أراضيها وسيادتها التي تعيشها الشعوب العربية لا أحد يريد الإضرار بسوريا ونحن نعم مع فكرة تسليح المعارضة التي تقاتل من أجل حريتها وحياتها تنافش وأيضا المنطقة العازلة هل ستنافش وأن هناك واضح خلاف بين الله ترغي أن تدخل بيننا خلاف وما في خلاف هذا شيء ذاني بس قلنا لأن النقاط الأربعة إيش بتقول إيش بتقول لكن المعارضة المعارضة يعتقد أنه لا يمكنه التفع على نفسه ساود الفازل's declared duty was followed with his Qatar partners hosting an announcement by businessmen in the Qatari capital the creation of a 300 million dollar fund for the rebellion though announced in June while Mirza one of the sponsors of the fund admitted that the fund had been established long ago for months to quote support all components of the revolution however this figure is merely a drop in the bucket in comparison to the yearly 500 billion dollar channel of money flows to overall Salafists and Al Qaeda link groupings from the Gulf states and Saudi Arabia it is within this backdrop that Syrian expert in strategic affairs Salim Harba disclosed that the arrests of 700 gunmen in Babar Amr in early March were composed of gunmen from the Gulf states, Iraq, Lebanon with Qatari intelligence agents among them Salim said these men were stripped of weapons made in Europe, America and Israel including Israeli grenades, night binoculars and communication systems 60,000 rounds of ammunition were also confiscated in Lebanon around the same period found hidden within two vehicles on board an Italian container ship intercepted in the Mediterranean sea like the seizure in Babar Amr officials found rocket propelled grenades and heavy caliber ammunition it is time for that regime to move on and it is time to stop the killing of Syrian citizens by all God permanent members of the security council using their veto when people are being murdered it is just despicable and I ask whose side are they on? they are clearly not on the side of the Syrian people why has so much attention been given towards the Russians as the purveyors of injustice? when the mounting evidence is clear that our eyes should be focused on Saudi Arabia and understanding why the conflict in Syria has yet to cease were the arms confiscated, part of the overall Saudi plan left intentionally unnoticed by the UK and US? or perhaps was it simply just Saud al-Faisal's duty? no. no. that's why I am not sure there is no other way no. 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 what are the Hello and I'm long. no. اشتركوا في القناة 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 last night 77 crashing into the Pentagon they both were harbored by two Saudi intelligence operatives Amar al-Bayomi and Osama Basnan in the course of four years leading up to September 2001 al-Bayomi and Basnan were transferred between $51,000 to $73,000 in checks and cashier checks from Prince Bandar and ومسلم المنزل بأنه كلديو من عائفة ميزال عائفة ميزال متسابة الخاصة الخاصة في الفيسية وبالتالي ثم بالطبع من المنزل التفقدان من عائفة المنزل قامنا لملاد بعيوه ومعيوه كأنه ميزال خاصة ومع المنزلات لتعايق بها الكريسة في السرائر ولكن لكن الشيء من الوصول في صدق الماليين التي يمكنها تجزيله إلى نواف الحزمي و خلر المدار من العائلات من ن المنزل الوصول على المرحل من الوصول على المرحل على نهاية الرائعة. سيدة باندار كانت مجدداً عندما في 2007 كانت تتحدث بأنه سنسلت في العام للوال مع مارغة ذاتر في 1985 كانت مجدداً 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 مع مجدداً However, the overall Al-Yamama deal for BAE weapons in exchange for Saudi oil during the 22-year span between 1985 and 2007 shored up $80 billion to $100 billion that was never accounted for. Money from the Al-Yamama deal has been traced to clandestine operations to arms purchased from Egypt and sent to the beginning stages of Al-Qaeda, the Mujahideen. Tens and thousands of dollars were directly given to two of the 9-11 hijackers whose funds originated in the same bank account of Saudi Prince Bandar who for 22 years received billions of dollars for brokering the Al-Yamama BAE for Saudi oil exchange with British Prime Minister Margaret Thatcher. Two weeks before the 9-11 hijackings, a wealthy Saudi family who had been in contact with Mohammed Atta and other of the 9-11 hijackers abruptly fled from their luxury home near Sarasota, Florida. This raises further questions about the Saudi links to the hijackers. The house was owned by Saudi financier Issam Ghazawi and was occupied by his daughter Anud and her husband Abdul Aziz Alhiji. Law enforcement agents found records of telephone calls with a number of the 9-11 hijackers, Mohammed Atta included. And security records of the gated community also showed visits by vehicles owned by Atta and another 2B hijacker, Zayed Jarrah. Atta, Jarrah, and Marwan Al-Shihi were all living within 10 miles of Ghazawi's house and were taking flying lessons in nearby Venice, Florida. Analysis of phone records from Ghazawi's house showed contact with 11 other terrorism suspects including Walid Al-Shihi, who was with Atta on the first plane to hit the World Trade Center in New York City on September 11th. The operation thrived by the logistics of a BAE slush fund, a deal that represented one of the biggest funding pools in history for global covert operations. Protected by Her Majesty Elizabeth II's Official Secrets Act with its finances guarded by the highly unregulated system within the City of London Square Mile and offshore havens under British dominion. An operation left unobstructed by David Cameron and King Abdullah's arrangements during the heat of the Syrian crisis. The UK are involved in creating the slush fund deal. The US, under two administrations, has behaved with complicity. Why then would these same forces ever have bothered to seek out the truth of who actually led the massacre in Hula, Syria, May 25th? The US never even bothered to investigate how their partners of the UK and Saudi Arabia carried the attacks in New York City and Washington DC in the morning of September 11th, 2001. and one. The US, under one of the largest forces of Syria which is a large force of Syria and its good in the fire and fire. This is the supreme regime which is facing the Muslim government within Syria and outside. It is a regime of Syrian regime الخبيث يخنق الأحرار في سوريا ويطارضهم خارجها ولا علاج معه إلا الاستقصال ومن حق أهلنا في سوريا ومن حق الأمة كلها أن تستخدم ما تراه من وسائل لاستقصاله إذا أردنا الحرية فيجب أن نتحرر من هذا النظام وإذا أردنا العدالة فيجب أن نقتص من هذا النظام وإذا أردنا الاستقلال فيجب أن نقف في وجه هذا النظام وإذا أردنا فيجب أن نزيق هذا النظام يا أخيذ أخصان رسيسكي فدراتي وإذا أردنا وإذا أردنا وإذا أردنا وإذا أردنا وإذا أردنا ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى ترجمة نانسي قنقر سيديوه سيديوه أفضل تتخلص سيديوه 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 وفعله سيديوه 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 هذا صحيح سيديوه سيديوه مخلت جديو سيديوه 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 موسيقى 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 اي اعطى الان امني بذلك اي او يستقرر اهل اهل مولا مولا ويقام بشكل ميزيزيين ويقام بشكل ميزيزيين هذا كان مقابلًا ويقام بشكل ميزيزيين ويقام بشكل ميزيزيين المعرفة لديه مجرد من الوزن المياه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إنه مستقبل أن يكون مستقبل أن يكون مستقبل أن يكون أفضل 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 مع هذه المحاولة ويقوم بإمكانك إليه من الأمور ويقوم بأنه دائما يكون أفضل أفضل أعتقد أنه يتقل It is under this scope by which we are to examine what occurred in Hula, Syria 28 May 2012. This particular tragedy has again drawn the attention of the world. The Bashar al-Assad regime indeed was to blame for the massacre. No investigation at the time was even allowed to be carried out to discover if it was true. رائعًا أما الأولى أما الأولى أما الأولى أما الأولى حتى الغداء يصبح كل محاولة بعد الغداء السيارة من الحليل المعبد أصبح الأولى العلاد عالي السيد سلسل مكتب أن يكون مزيدة العربية. بعدها علماتون من المجلد السمين في حولة وأمتزم المجلس في المنطقة قبل أجل علي من اذا اجل ربحت فشيل الألية قد بعدها تأجب بإلغة المبالغ وربه هذا السميه فهي العقل الألم أذنه أهل ايضا وإضاء أجل لذنه ألعب علي تسمى بشات مع المنطقة ومهاكة و الأشياء في الامي لم تمنى المعرفة التي لا تدريد المواسكين لكن يبدو انتبام الكرار وكذلك السبب في التقديم المواسكين فيما تماماً تنمس المواسكين بسيطة في نزيل المحرفة الوضع ولم يشكو أن المواسكين بعض الميوسة المتخلصين من الاشياء المناضي عن المواسكين موضوعين يقضر إخضاء دائما من الائلاوىوي و مميزين من قطورة للحديث أصلاح كذلك كان يعود من موضوع الموضوع مجانبات لاحقا بعدا الشرطان خروج أعطاء وجوه البصدق وأمعهم ناحية بوضوع الفياضاء في تجربين حروريات الدخولية تعليمين الشرطان الهتفادات ومسغل من المصدرين لتجعل السلطة في مجردًا ستطور على مجرد مجردت ومتلتل إلى قتل ومطلت في المجرد أو المحلات المحلات هذه المنزلات المتالج أتفاقًا ثم تحتاج إلى المنزل لإنقال المجرد لتنبع المنزل وحيث نحن نحن نفسها بذلك تقديم في المنزل في المنزل لذلك كانت تدام من المنزل لأنه يقضل تجربة مصرحة ومسالت قريبا ومسالتوض في هذا الشرط وقاتل وطلب المكان وقالنا من الوقت وتأثير محلولات قواصلة وقالنا رأيتهم ويتم إذاً انتحدث تحدثت من تلك ساتلائة تيدي محلولات الشرطة في الوصول ملتاقية بسرحة أثار ... ... ... ... ... ... ... موسيقى موسيقى الموسيقى موسيقى موسيقى بالتبرخة في القصة وموسيقى بالتركيز موسيقى موسيقى and with Saudi army medical staff they have been operating these camps with assistance by Turkish authorities what goes on inside these camps almost no one can verify international organizations are not allowed to enter them as they are prevented by Turkish authorities the argument is that the refugees are not under refugee status they are guests and therefore not covered by international refugee conventions what goes on within these camps therefore is the business of the Saudis some Turks they're guests no one else in the same day the Saudi Arabia's Grand Mufti al-ashiq preached jihad for sake of Allah against the Syrian government King Abdullah of Saudi Arabia in a meeting in Riyadh with his Jordanian counterpart proposed negotiations with the Jordanian king to permit weapon shipments into Syria in exchange for economic assistance publicly the exchange was said not to have been accepted though a Jordanian official commented that the position was unlikely to remain saying we are a non interventionist country but if it becomes force majeure you have to join well I think that it is pretty clear that the rebels have been receiving receiving arms from abroad and Syrian television has been showing almost daily shipments of arms is being smuggled into Syria via Lebanon Turkey and other border crossings Allah Akbar! 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 An emotion of service to Syria now or meaning that as a Syrian regimeΣ Al-Assadual and None after the solution are involved with Russia EO AUN ومن ولا علاج معه إلا الاستقصال ومن حق أهلنا في سوريا ومن حق الأمة كلها أن تستخدم ما تراه من وسائل لاستقصاله إذا أردنا الحرية فيجب أن نتحرر من هذا النظام وإذا أردنا العدالة فيجب أن نقتص من هذا النظام وإذا أردنا الاستقلال فيجب أن نقف في وجه هذا النظام وإذا أردنا فيجب أن نزيق هذا النظام يا أصود أكثر اشتركوا في القناة وإذا أردنا الحقيقة موسيقى المترجم للشاهدة وإذا أردنا العقل وإذا أردنا القناة المترجم للقناة مع تشهوميا بها تقدم القناة شكرا للمشاهدة المترجم للقناة 60,000 rounds of ammunition were also confiscated in Lebanon around the same period, found hidden within two vehicles on board an Italian container ship. Intercepted in the Mediterranean Sea, like the seizure in Babar Amar, officials found rocket-propelled grenades and heavy caliber ammunition. It's time for that regime to move on, and it is time to stop the killing of Syrian citizens by our government. Permanent members of the Security Council, using their veto, when people are being murdered, it is just despicable. And I ask, whose side are they on? They are clearly not on the side of the Syrian people. Why has so much attention been given towards the Russians as the purveyors of injustice? When the mounting evidence is clear that our eyes should be focused on Saudi Arabia and understanding why the conflict in Syria has yet to cease. Were the arms confiscated, part of the overall Saudi plan, left intentionally unnoticed by the UK and US? Or perhaps was it simply just Saud al-Faisal's duty? Or perhaps was it simply just Saud al-Faisal's duty? Or perhaps was a ترجمة نانسي قنقر 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 كل هذا الطيف الذي تشهده سوريا هو أدوات عسكرية لكنه بطابع أمني استخباراتي هذا نظام ما بهمه لا العالم ولا أي شيء يعني الموضوع أكبر من موضوع النظام لي لأنه النظام مدعوم أصلا دوليا ومدعوم من قبل إسرائيل أصلا ي Harrisぜ shorter We are completely against arm the uprising However the tens of thousands of dollars transferred in Saudi maize fashion that made its way to Nawaf al-Hazmi and Khalid al-Medar all originated from a bank account at Riggs National Bank in Washington D.C. owned by Prince Banda bin Sultan المترجمات لتدخل الوصول على الهوالي وقال ترجمة نقاط المعبر بردين على سبيل المعبر من المعرفت أنه في حيث قلت من سبيل المعبر في صفحة أكبر أن يُعيث في التعليم بإمكان معه المحكومة بعد أن أمدت 2 مال مالي برعبات والمعبر وقالت في صفحة هكذا مع محكومة وقال بحاجة مع نفسه مجدد سنة لكن الجميع المدينة للأول المساعدة للإضافة للأول المساعدة لتقام بالمساعدة للأول في ummاء تحديث عن عقل الطاية حاول ملتع بوضع 80 عم 2017 وكذلك لم يكن أجدوا من المساعدة للأول المساعدة لإب港 المساعدة للأول المساعدة الماضية ascertain heading to the beginning stages of al Qaeda the Mujahadi tens and thousands of dollars were directly given to two of the 911 hijackers whose funds originated in the same bank account of Saudi Prince Bandar who for 22 years received billions of dollars for brokering Al-Yamama في المترجمات ساودية بالمعادة بالمعودة مع المترجمات باية موعدة بعد الـ 9-11 حجم ساودية المساعدة موجودة حجمتك على المترجمات مع محمد اتة وكما أضافة الـ 9-11 حجم فقدت من المترجمات في رحل حاجة موارد من سرسولتا وفلورد إلي الطبي ، هذا يبحث في المؤشر العزائر عن العزائرات سادي بالحجائر بالحجائر الممادى بحاجة الحاشر هو الحجائر إسام غزاوي وظيفته إليه أود ودائه إمودة فيه دائم مقارن للهجيم وحاولا معظمات الكثيرين حيجائرين تتقريبا مع بعض الموجودة ومحمد أطا منه وظاهر أيها المشروع ايضاً في الشيء من قبل اتا وضع اتا وضع اتا وضع اتا وضع اتا ومرا يا جارة اتا جارة وماروان الشيهي كانت لاحظة في الموضوع من خلال اتا وراغ وضع اتا وضع نشارة نارد من خلال الولايات ترجمة نانسي قنقر 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 أنت بأننا نظر على سادي عربية ونفرح لماذا السيارات المتحدة في سياة من المتحدث عن سادي المساعدة من المتحدث عن سادي المساعدة ومن المتحدث عن الناس وإن المساعدة أو حتى كانت ساود الفاصل المساعدة شكرا للمشاهدة 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 للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة هذا المصدر لتنظر مجتمع بالعودة في أجتماع المنطقة لكي يتمنى في سيريا نحن لا يكون فيه الشخص الذي يكون في حالة في سيريا مجتمع في سيريا لكن الأمر الأمر يجب أن تساعد على تجربة تلك مجرده المجردية وحد كل ما يمكن أن يكون رغمي بين كفيفي أناناً والسهدين العقلية والعقلية المتحدة في سيريا وما نجد كل ما نجعله ومعنا بعض الامرات والسرعة والسرعة والكاملية كما تتلقى الوصول على سيري وما يتلقى الامراتية ومعنا تتلقى الامراتية ومعنا تتلقى الامراتية